نبارح احنا خدنا رقق يعني خبر شبيه بدا لكن النهاردة عندنا تصريح رسمي عن رئيس رقبط التجار الاسمدة بيقول ان مصر خفضت حصة المصانع في الغاز وان ده هيرفع اسعار الاسمدة والاسمدة دي انتو عارفين انها مهمة جدا لموضوع الزراعة فبالتالي هي دايرة هتلف في بعضها يعني هي دايرة بتلف في بعضها طن اليوريا بيقولك زاد 20% بقى ب 12400 كان ب 11000 جنيه زاد 1400 جنيه تمام فانت طبعا دي دا بقولك ايه دايرة بتلف الفلاح النهاردة رايح يشتري شكارة يوريا شكارة سماد كان بيجيبها بعشرة جنيه مثلا يعني مش بقول الرقم يعني بقت ب 15 فبالتالي التكلفة زادت عليه فهو مطالب عشان يعرف يعيش ويعرف يزرع ارضه تاني انه لما المحصول يطلع هيعمل زي ما عمل مع الرز النهاردة اللي هنتكلم عليه من شوية انه يرفع السعر فبالتالي يرفع السعر الراجل اللي بينقل الخضار والفاكهة من الارض عربيته كان بينقل النقلة ب300 جنيه دي الوقتي 300 جنيه ما تكفيش فلازم يبقى 400 اذا بضرب لك مثال فيطلع ب400 فشواء قفص الطماطم اللي كان بيوصل سوق العبور متكلف على الفلاح 10 جنيه بقى يوصل سوق العبور متكلف 30 جنيه فلازم يبيعه 35 جنيه عشان نكسب 5 جنيه فبالتالي تاجر الجملة لازم يبيعه 40 جنيه عشان نكسب 5 جنيه وهكذا حاولين يا كيك فأي مفك بيتضرب في حتة بيضرب في 13 حتة تاني اي مفك بتضربه في حتة بيضرب في 13 حتة تاني يعني انت اللي تقول انا مالي يا عم ماليليوريا والسماد اليوريا ما انت اللي هتبسع في الاخر ما تنزل تلاقي البامية مش عارف بكام والكوسة بكام ما انت كل ده على حسابك يا معلم ومعذور الفلاح ده الفلاح ده يعني فعلا والله العظيم بجد اكتر الفئات المعرضة للتهميش والتضييق في مصر والفلاح ومعهم معهم الارزائية اللي هم العمال عمال اليوميات دولا ناس ولا حد بيسال فيهم ولا 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 الى الدولة بتحطو لهم قيمة ولا الاحزاب السياسية والحركات السياسية بيعملو لهم حساب ولا اي حد الناس مالهاش لازمة كده ايه اللي بيفتكروهم ساعة الانتخابات البرلمانية ولا حاجة ينزل سادت النقب يلفوا يسلم عليهم واذا كان ايه يعني متشطر قوي يقولك انا هشتري الواحد في يوم بمئين جنيه وباقي السنة ولا حد بيسال فيهم ولا حد بيسال في مشاكلهم ولا حد يعرف عنهم حاجة فما تقولش الكلام ده لأ الدائرة بتلف تلفه ويعني هتجي لك استاذ احمد موسى بيبشركم انه الدولة حتى سلع بأسعار رخيصة وتقدر تروح تاخد منها اللي يكفيك لمدة شهر بحاله ده مش كلامي ده كلام سيادة اللوى هو ترقى بقى لوى دلوقتي سيادة اللوى احمد موسى عندك 40 الف منفز وبقى التموين على مساء الجمهورية تصرف السلع بتاعتك ايه السلع؟ 32 نوع عندك زيت خد سكر خد رز شري خد مكارونا تفضل دقيق تفضل شاي تفضل زي ما انت عايز عندك اي زي ما انت عايز اجبان ومرباط وزي ما يعني كل اللي انت عايزه كل الانواع اللي حالك 32 صنف حسب عدد الاسر بيكفوه بالمناسبة عشرين يوم اقل حاجة اسبوعين يعني بيقول له قدامك ده اقل حاجة اسبوعين اقل حاجة اسبوعين